السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ هنقول النهاردة توقعات العاطفية لمواليد برج الحمل. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج الحمل. آآ هنشوف الاول. الطاقة العامة. آآ ما شاء الله. آآ برج الحمل شايفة تكتك في الشهر ده كلها حيوية ونشاط. آآ شايفة متفائل. آآ شايفة ان ده كمان هيكون منعكس عليك خارجيا. يعني شايفة هكون مهتمة بتفاصيل المظهر. آآ وده هيلفت انتباه آآ كل اللي هيقابلك يعني. كل اللي حواليك وكل اللي هيقابلك. آآ وده هيزود من ثقتك بنفسك. آآ وبالتالي هتكون منفتح اجتماعيا اكتر. آآ شايفة كمان عندك برج الحمل تحسن مدى ملحوظ. تحسن مدى واضح. آآ مش حاجة قوية يعني حاجة واو فلوس واو. بس آآ انت الفترة اللي فاتت كانت متأزمة معك كتير في نواحي كتير مادية. آآ لأ الفترة دي ان شاء الله ان شاء الله. آآ في تحسن مدى عن الفترة اللي فاتت ملحوظة. يعني حسن مدى واضح. البعض منكم هيكون آآ عنده صفر. بس بعضكم صفر ده من نش للشغل. بعضكم ممكن يكون زيارة للأهل او صفر طرفيه. آآ شايفك يا برج الحمل تعامل مع طاقة مائية. انا شايفة هنا قدامي طاقات كتير. تقريبا كل الطاقات مع طاقة مائية. العلاقة فيها توتر. ممكن كمان نقول انها انها فيها استغلال توتر. ممكن ان بكمين. آآ برج الحال مش مرتاح في العلاقة دي. يعني انا شايفك مش مرتاح. وحاسس فيها بشوية دهمود. انت مش فاهم الطرف التاني آآ دماغه ايه بيفقر ازاي. بس ممكن اثناء القراءة اقولك الطرف التاني دماغه ايه بيفقر ازاي. آآ التوتر والمشاكل يا برج الحمل انا شايفيها مع كل الطاقات. الطاقة النارية والطاقة الهوائية ظهرة جدا بوضحة القراءة. آآ برغم التفاؤل اللي انا شفته في اول القراءة. بس برضو شايفة بعضوكم مهموم قوي. يعني حاسس بظلم وخزن. آآ آآ شوف آآ هي هنا ظهرة لك ازاي. هو ظهرة ان ده في تفكيرك انت. في تفكيرك انت مش معناها انك آآ مش بتمر بمشاكل او عندك آآ او فيه حاجة مضايقية انت بتمر بها بالفعل. لا هو فيه حاجات فعلا بالضايق انت بتمر بيها. بس الطاقة اللي عندك دي او الحزن اللي عندك ده. آآ المشكلة في عندك انت. يعني فيه امور كتير يا برج الحمل انت بتفسرها غلط. كلامك عن نفسك كمان بيأثر على حياتك بشكل سلبي. يعني لو بتفضل تتكلم عن نفسك بشكل سلبي زي مثلا آآ آآ انا حاسبي قليل انا هفضل كده. الحاجات اللي هي زي دي بتخلي تكتف دايما منخفضة. ومهما اقول لك بقى يعني مهما اقول لك سواء انا بتسمعني انا او بتسمع حد غيري. انه لو قلت لك انه فيه تحسن ان اللي جاي احسن ان فيه اي حاجة كويسة جاية في حياتك. لو بتفكير ده انت هتخلي الامور توقف. انا عايزك مش تصدق كلاني. يعني مش تقول ان انا بكلاني صح او ان فيه حاجة هتحسن لك فعلا. انا عايزة ظنك بربنا يكون جميل. او ظنك في الله يكون خير. آآ نلغي الافكار دي من حياتنا وكل الامور هتتحسن بازم الله. انت عندك تحسن قراءتك لحد دلوقتي القراءة يعني ممكن نقول عليها جيدة. آآ برغم اني شايفة حالات انفصال كتير. بعضكو مش كلكو. هو اللي المصر على يعني يقطع العلاقة. مش عايز رجوع تاني. المشاكل اللي حصلت آآ خليت تفكيرك اكتر حاجة مركز على نفسك. مش تفكير مش مش تفكير قانيني. يعني انت ده تفكيرك مش تركز على نفسك ان انت تبقى قانيني. لا. هوضحها لك ازان. انت حاسس انك محتاج تبقى مع نفسك اكتر. بالرغم ان انت جاي لك عرض رجوع. يعني جاي لك بالفعل عرض رجوع من الطرف التاني وانت رفض. او ممكن يجي لك في الفترة القريبة اللي احنا فيها دي. آآ آآ كل تفكيرك يا برج الحمل انك تشتغل على نفسك. انا بتكلم على الناس اللي في الوضع ده اللي انا بتكلم عنه ده. آآ تفكيرك كله انك بتشتغل على نفسك بتركز على الجانب العملي اكتر. آآ ممكن تكون عايز تسافر. او عايز تغير مكان آآ شغلك آآ وتبعد. مش تبعد هروب. انا شايفها طموح. آآ شايفة من لان تفكيرك بقى متركز اكتر على الناحية دي. فانا شايفة ان هو طموح زايد عندك في الفترة دي. وانا بقولك ان الفرصة مناسبة ومتاحة جدا كل اللي انت بتفكر فيه. لاني شايفك بالفعل شغال على ده. انت شغال على نفسك فعلا. آآ لكن بعضكو فيه رجوع فعلا. فيه رجوع للطرف الثاني. بس تسويني سويني معي. آآ موضوع الصفر اللي عنده عرض صفر. شايفة في بعضكو عنده حيرة بين آآ بين حب وبين صفر. آآ شايفك آآ تفكيرك بيقولك يعني انك لو سفرتها تستري تبعد. آآ بس انا شايفة ان كراءة بتقولك ان السفر هو الافضل لك. هو مش هيحصل انفصال لكن ممكن نقول ان العلاقة هتتطور للأحسن وتتغير كلها لفعل حق. ممكن تتغير كل العلاقة لفعل حق انت يا برج الحمل. نرجع تاني للمنفصلين. آآ برج الحمل انا فاكرا نكلمتك في كراءة ابريل عن اختياراتك الغلط. آآ شايفة ان ده ازاك كتير في حياتك. آآ انت بتعرف بعدها ان الاختيار غلط. ده كمان ظاهر عندي في الكراءة هنا في شهر يونيو ظاهر عندي برضو. آآ للأسف انت لما بتعرف بيكون يعني بعد ما ده بيكون خد منك من منك ومن اعصابك انت بتخسر. آآ اللي بيوجع كمان ان شايفة ان في بعضوكو الحب ده من طرف واحد. آآ اللي هو انت. في حب في بعضوكو عندو الحب ده من طرفك انت بس يا برج الحمل. شايفة فيه خداع. شايفة العلاقة عاطفية فيه خداع فيه كذب. انت تعرضت له. وانت ساعدت فيه. يا ربي يكون كلامي واضح. يكون عارفة ووصل اللي انا عايز اقوله. الكذب والخداع اللي انت تعرضت له انت ساعدت فيه يا برج الحمل لانك كذبت احساسك اصلا يعني. كذب انت جالك الاحساس كذا مرة وكذبته. آآ برغم كده انا شايفة الحب حواليك. بس انت باطس في اتجاه غلط. وبالتالي وضعك حزين. آآ انت بتلاقي بعد ما بتبص اللي في الجاه الغلط انت بتلاقي تجاهل. بتلاقي ظلم. بتلاقي غش. آآ زي ما قلت برج الحمل انت لو غيرت الطريقة اللي بتختار بيها هتشوف الشخص المناسب واللي هو بالفعل موجود. آآ كارت العدالة آآ ظهر لك مرتين. وده اللي انت هتحصل عليه في الشهر ده ان شاء الله. آآ سواء عاطفيا او مدين. شايفة هيكون فيه رجوع للمنفصلين بالزيت. آآ المرتبطين بابراج نارية. وممكن ترابية. اقوى حاجة ابراج نارية. لان شايفة الطرف الثاني تفكيره من ناحيتك. تحول تماما. انتو كان بينكو ضرب بنار. آآ ومن ناحيته هو اكتر. اللي هو الطرف الثاني هو ناري زيت برضو. آآ الطرف الثاني ده اهملك كتير. كان لا يبادي بيك دايما يعني بيفكر دايما بيفكر في اخطائك. يعني دايما معاملته معيك. انت بتشوفها سيئة. لان هو تفكيره من ناحيتك سلبي. تفكيره من ناحيتك انت بتعمل كزا. انت بتتصرف كزا. انت بتفكر كزا. تفكيره من ناحيتك كله بالشكل ده. فبالتادي آآ تصرفاته معيك. ما كانتش حلوة ابدا. آآ بص. الصرف الثاني انا شايفاه دلوقتي وكأنه بيحكم ضميره. يعني هو تفكيره تبدل تبدل. يعني تبدل تماما بيفكر في اخطاءه هو. يعني العلاقة اتنى امنتوا فيها مع بعض. هو دلوقتي بيفكر في اخطاءه هو. او ممكن في الظلم اللي عرضك دي. تير جوة ان شاء الله. بس هو لما يرجع مش هيقول لك كده. يعني مش هيقول لك الكلام بالشكل ده لأني زي ما قلت. انا شايفه طاقته نارية. حتى لو هو برج تاني فهو طاقته نارية. يعني مش هيحس يعني مش هيقول لك آآ انا غلطان والحاجات دي لأ لأ. بس هي ممكن التعويض منه يكون بافعال. اكتر منها كلام يعني. آآ انت بقى تعمل ايه? انت برج الحمل تعمل ايه? آآ انت لازم تتعامل مع مع الموقف بالزكاء. يعني انا شايفك هتكون مندفعة هتكون متهور. آآ لا. انت لازم تتعامل بزكاء بزكاء يعني كأنك بتلاعب الشخص اللي قدامك. اتعامل بدماغك مش بخبص. زكاء تفرق عن خبص. آآ لان لو انت متعاملتش كده زي ما انا بقولك وتعاملت بالشكل اللي انا شايفي لها وتعاملت بتهور وباندفاع. آآ ممكن ترجع لمشاكل تاني. مشاكل اللي كايت بينكم ممكن ترجع تاني. آآ برج الحمل شهر يونيو الشهر ده مهم جدا 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 في حياتك. آآ في حاجات كتير جدا في ايدك. آآ في ايدك انت انك تحول كل حاجة لصالحك. مش حد تاني. انت بس اللي تقدر تحول كل حاجة لصالحك. وده مش بس على المستوى العاطفي. آآ انت محتاج تفكر محتاج تخطط لكل حاجة عايز تعملها. او للشكل اللي انت عايزه لحياتك. لان بناءا عليه صدقني هيكون فيه تحول كبير جدا جدا على مستويات كتير قوي. يعني كزا جانب في حياتك هيكون فيه تحسن للاحسن للاحسن. آآ لباقي لباقي السنة بقى يعني ده هياخدنا مش مش الشهر ده. الشهر ده هو هو اللي هيكون فاصل. آآ نفس الكلام ينطبط على المتزوجين والغير مرتبطين. المتزوجين يا برج الحمل شايفة فيه توتر كبير في العلاقة زي ما قلت الموضوع محتاج منك زكاء وحكمة وتركيز لانك شوية تبقى مش عارفة اقولها لك ازاي مش عارفة اوصلها لك ازاي يعني زي ما قلت او ممكن يكون ده ممكن يسميها اندفاع. اندفاع بقى في تصرفات في ردود افعال. حتى لو اندفاع ايجابي. انا ما بقولش اندفاعي يعني ان انت آآ جاية من العصبية مسلا على قدامك. لا حتى لو اندفعت مشاعرك. كل اللي ده لازم آآ لازم يبقى عليه كنترول. آآ آآ برضو انا لسه هنا مع المتزوجين شايفة منكم يعني دي لازم يفكر التفكير ده. آآ ممكن تكون بتتعرض لغادرة او خدايا. يعني عند البعض كمان احتمال دخول او وجود طرف تالت في العلاقة وفي الغالب. اللي في الوضع ده. انت عارف كده. يعني انا مش بقول حاجة انت مش عارفها. وده طبعا اكيد مش عندك كل موضوع طرف تالي دي مش عندك مش عندك كل. لكن اللي انا بكلمه في الحالة دي هو عارف كده. آآ كمان الغير مرتبطين. في حب مناسب برضو موجود حواليك. انت بس محتاج تشوفه. موجود او موجود. انت شايفه? لا انت مش شايفه. مش شايفه خالص. انك زي ما قلت برضو في البداية انت باصت في الاتجاه التاني غلط. الاتجاه التاني غلط اللي انت باصت فيه ده هيخسرت كتير. الحد التاني اللي بيحبك ده هو بيحاول يعني انا شايفة منه بيحاول ان هو يتكلم. آآ في حاجة منعي. ممكن يكون تجاهلك. ممكن يكون مستني يتأكد. آآ ده قرارك انت يا برج الحمل بس انا شايفة في حد هيحاول يتدخل. في حد هيحاول يتدخل او يأثر عليك او يحسسك انك دايما غلط آآ آآ نوع من انواع الانتقاد يعني. المطلوب منك انك تتجاهل اي نقط او اي تأثير يعني اي تأثير خارجي تتجاهله خالص آآ اللي هو ممكن يأثر على قراراتك. قراراتك دي اللي هتيجي فين? هتيجي بعد تفكير. زي ما قلت شهر يونيو آآ من الواضح من القراءة كلها ان هو آآ شهر مصيري. شهر فيه انتقال لحاجة تانية احسن في حياتك ان شاء الله. آآ زي ما قلت برج الحمل آآ الكراءة كويسة فيه نسبة رجوع ان شاء الله آآ مع طاقات نارية وترابية لكن مع الابراج الترابية فيه بس قدامي حاجة عايزة اقولها آآ شايفة فيه شوية تعنط من ناحية الطرف التاني اللي هو الترابي برغم الحب. فيه حب بس انتو مختلفين تماما. هو يعني هو شايف كل السلبية في اطباعك. ده طبعا من وجهة نظره. سلبيات كتير جدا هو شايفها في اطباعك من وجهة نظره هو يعني بالطريقة اللي هو بيشوف بيها الحياة وبالطريقة اللي هو بيشوف بيها البني ادمين. مش شرط ان انت تكون كده فعلا. آآ يعني شايفة آآ آآ ممكن يكون بيشوفك منفتح في افكارك او اجرأ منه او عايز تعمل حاجات هو ما اقدرش عليها. ما اقدرش عليها طبعا بتكلم من ناحية الجرأة يعني آآ ممكن نقول عنه انه بيحب يفضل زي ما هو. وده نثبت طبعا كتير في العلاقة ليك ولي. آآ ده ممكن نقول برضا هو محتاج منك تفكير. محتاج منك تفكير ليه? لان لما بنكون مع طرف مختلف بالذات لو احنا متجاوزين. يعني موضوع توافق الابراج ومش توافق الابراج. انا شايفة انه كل الابراج ممكن تتفك. بالاكتر لو احنا عارفنا البرج الثاني بيفكر ازاي? وانا مستعد بيكون عندي شوية تنازلات. مش تنازلات آآ بحاجة ما ينفعش فيها تنازلات. لا تنازلات آآ بروقي. يعني انا اقدر اش اعرف مسلا لو انا برج نالي. ولقدمي برج ترابي. فانا اعرف تذكير البرج ترابي. والله ينفع نتفق. وينفع تبقى هي دي الحقيقة لان المشكلة انه احنا اللي بنخلق المشكلة. بنخلقها ليه? بس للاختلاف. يعني انا مختلف عن الطرف التاني وهو مختلف عني. فمن هنا بتيجي المشكلة. لكن ممكن تكون انت مفيش عندك اي حاجة وحشة وهو مفيش عنده اي حاجة وحشة. فانا هنا بتكلم على الموضوع من الناحية دي. انت والطرف التاني بتكلم هنا عن البرج الترابي انت مختلفين. عندك القدرة انك تفكر في شكل العلاقة. تعرف الطرف التاني بيفكر ازاي? تتعرف تقرب وجهة نظرك بطريقتك? اوكي? ده لو عايز تكمل. القراءة انتهت. وشكرا للمتابعة برج الحمل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.